هلا واضح معاكم امال شريف 25 سنة فنان لا تشكيليا عيسانيا هي فكرة قديمة شي شوية اللي كوني كنت من العشاق سيارة الأيركات وكل ما أنا اتصادشت مع سيارة الأيركات كنت خيلة بواحد ديزاين لمختلف ديزاين اللي كي يعطيها واحد الجمالية أكثر ما أنا هي تحفى هي بحدثت تحفى فالفكرة بقات تذكرت أن كين واحد من أصدقاء اللي علم مشروع مقهى متنقل وكي يحاولوا أنهم يزوقوا الأيركات فتواصلت معهم فكانت مرحب بالفكرة وتوكلت على الله وكان إعجاب كبير استمراريتي وحضوري الدائمة لمعارض وملتقيات واحتكاكي بتجارب فناني الكبار وزيادتي أنني في بيت الجديالي اللي كان مليء بالألوان مليء بالزخرة خلي هاد اللمسة دي لأنني تكبر معايا يوم بعد يوم والقراسي أنه كان عندي واحد تتواصل مع الفن تشكيلين من دموت باتين طويلة كنا أخذ مجموعة من الصور مجموعة من الزخارف من الدول المختلفة بالأخص الرموز الأمازيغية والأفريقية والألوان الأمازيغية والإفريقية فكنا حاول أني نعمر من مجموعة للألوان مجموعة للرموز ولكن العمل الحقيقي كيف يبني فلاش كنكون وجه لي وجه للسيارة بالمورال اللي كيكون عندي بالإحساس نخدم الجدارية تزيين المقاهي المطاعم تزيين منازل بيوت الأطفال فأي حاجة نقدر أني نعطيها لمسة جديدة فأنا لك نعطيها لمسة جديدة أمن عندها علاقة كبيرة بالألوان فيوم بدون ألوان سيكون يوم باهث يوم غير ساطع ويوم يفقد الحياة موسيقى التشجيع الأول والأكبر والثيقة الأكبر هي الأم ديالي وكذلك الأب ديالي، إخواتي الكلام الإعداجة كيروش بمجتمع دينا هو أن الفن ما كيوكش الفن كيضيع لك وقتك الفن مع دفيني وصلك ولكن قد مستمرة فمن بعد فشافوا بأنني ولد مستقلة مادياً وذاتياً صار الفن مرحب به أكثر وأكثر في بيتنا مهم شكراً بزاف لك على الدعم ديالك شكراً بزاف لك على وقوفك معي دائماً وعلى الدعم ديالك ليا في أي وقت شكراً للصبر ديالك شكراً للأخلاق شكراً لوجودك وشكراً لديك ماما شكراً لك أترك جميع الأقوال وصغال ما قالوا أمهيل ولا تعجل واللي صبرونا له واللي صبروا نالو أتمنى أنكم تكونوا صابرين أنكم توصلوا لكل طموحات ديركم وتوصلوا لقاع النجاحات ديركم يا رب أمين وشكرا الواضح لهذه الالتفاة الجميلة